أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافلة الوافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء مفا وكنت أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك مطلبون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقرين من الآخرين على سرر مغونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم مغنى المخلدون بأكواب وعباريط وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يوزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير بما يشتغون وحمر العين كأنفال نؤد إلى مكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغا ولا تأفيما إلا طيلا سلاما سلاما وأصحاب يمين ما أصحاب يمين في سدر مخضود وطرح ممهود وذل ممدود وماء نسكوب وفاكهة كثيرة لا مططوعة ولا مبنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أطوما لأصحاب يمين ثلث من الأولين وثلث من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل منه يحوم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا طول ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون إذا مثلا وكننا طرابا وعظاما أئنا لنغوصون أو آباؤنا الأولون وإن الأولين والآخرين ونجموعون أئنا بالقاق يوم النعو ثم إنكم أيها الضالون مكذبون لآكلون من شجر من زطون فمارئون منها بطون فشاربون عليه من الحمين فشاربون شربهين هذا نزل من يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تقولون أنتم تخلقونه وأن نحن خالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسقوقين على أن نبدل عنصانكم وننشعكم فيما لا تعلمون وقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم إنما تحرفون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه عطاما فغلتم تفكهون إنا لمغرون ما نحن محرون أفرأيتم أفرأيتم ما الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أن نحن موزنون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم ناراتي طورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشئون نحن جعلناها تذكرتا ومتاعا من مقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أطاسم بمواقع النجوم وإنه لقصا لو تعلمون عدين إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا ينسوا إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفره هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا ملغت الحقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرأوا إليه منكم ولكن لا تنسلون فلولا إن كنتم غير مديمين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من القربين فروح وريحا وجلة العين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من الكذبين الطابين فنزل من حميم وقصرية جحيم إن هذا لو حق يقين فسبح باسم ربك العظيم صلى الله عظيم ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة